بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بما أنه ما زلنا في أيام العيد كالناس محتارين والشتيبوا بالدوارة اليوم جبت لكم وصفة اللي هي العصبان إذا نحتاجه لتحضير العصبان الدوارة هنا كنا نقيناها وخيطناها خليناها فقط برك فتحة كما كنت لاحظوا إذا خلينا فقط فتحة باش نملؤوها والباقي خيطناها لانك شغلنا لخيطه المخايد عادي إذا كنت شوفوا أن غسلناها مليح بشوية خلوا ما تروحنا ذيك الريحة وخيطناها وحضرنا أحدناها بجي إذا نحتاجه معاها الغرنوق أو الرئة تعالي كبش غليتها ثانية غلية وحدة وقطرناها هنا وقطعناها صغير صغير كما كنت شاهدوا نحطوها بجيها نحتاجه سنينة ثوم وبصل ثانية كفزينا حبة بصل كبيرة كفزيناها روزة هنا كنا غسلناه كيس روز غسلناه مع دنس أو حشيش ملح فلفل لكحل وراس الحانوت واللي عنده الآن العكري زيدة في العكري والحميصة إذا مباشرة نبدأ ونفرغه الغرنوق اللي هي الرئة تعالي الخاروف نديره سنينة ثوم ونحبها لبصل لكرفجناها حميصة دواب الراس الحان وتوفل في اللي كحل الروز الآن كمية نشوفوا الكمية اللي نحتاجها اللي عندنا شحن عندنا الدوا يعني العصبان اللي نعمروه شوية حشيش ومعد نس ملح نحاولو نخلطو كامل الخاليط ونملقو مباشرة العصبان إذا نحن نجيبه العصبان قلت الآن خيطنا خلينا فقط فتحة واحدة باك باش نعمروه باك نعود ونكمل وخيطه إذا نعمروه بلاقل نسعفوه نبقاو نعمروه حتى نكمل الكمية فقط هناك يتعمروه ما تعمروهش كامل حتى حتى يخلاص يتزير لأنه باك الروز حيزيد يتعمر الخلي صغير والحميصة زيت ثاني طيب يعني زيت انتفخ شوية لازم لكم تعمروه يعني تخلو الفيديو كما كنت شاهدوه إذا في هذه هنكمل نخيط الباقي شوفوا نعاول نثق بها فقط بالابرة باش يدخلها طيب نحطه بجيه إذا نزيده نعمره نخده ثاني عفوا العصبان تاعنا الثاني نعاولي شبوان المخايد احنا هذي كان من ذاك واحد يغلط عفوا يعني سمحوا لي إذا نملؤه العصبان تاعنا قلنا ما نملؤه شيء جيد يعني نعمره نص تقريبا نفوت شوية نص باش يعني كي طيب الروز طيب الحميسة وكل شيء ينتفخ يعني حاولوا انكم تعمروا حتى الفون باك حتى كلاتي لكم حتى كلاتي لعصبان لانه روز ما يوريش عنده اللي وسع وين يتعمر فقط هنا حنوريكم ان يحب يشدون الفم يشدون بالكوغضون هنا أنا مذابية ما تشدون مش لانه قادر يتفتح لكم في الطنجرة ويخرج منه كامل كامل حشو يخرجنا إذا نحن دائما نبقى ونثقبوه في الإيب بالإيبرة فقط من فوق قد باش يدخلو طيب ونكملوه مع كل العصبان اللي عندنا إذا بعد ما كملنا العصبان حنجيبوه سنينة الثوم والبصل هاو العصبان التاعنا اللي خيطناه ملح نفس التوابي اللي درناه في الحشو رح نديره فلاصوس قلت حشي شو لمع دنوس واحد منهم طاماطم عمل عاقة طاماطم السبرة طاماطم كرفزينا جش حبات عمل عاقة طاماطم قلت لكم العصبان هاو ملأنا هاكو خليه خليتان الفيدها كتوفة فرغين يعني نص مملوئين يعني فوق فوق النص شوية فقط إذا مباشرة نروح نحط الثوم والبصل التوابيل إذا نحطه قلت التوابيل كذلك شوية ملح قسلة سوس إذا نحطه شوية فقط محقس لاصوس فقط لانو ندرنا الملح في الحشو إذا نحطهم فوق النار يتجمروا شوية بعد كنرجعو لكم إذا هنا فوق النار كحطينا مزدنا لهم ملعقة هنا ملعقة كبيرة مملوئة زيت حتى لملعقاتين يعني هنستعمت ملعقة خشبية نخلوهم يذبار شوية إذا مباشرة نحن نضيف بعد ما يتقللنا على البصل الثوم نضيف الطماطم اللي حبقنا جي حبات الطماطم كنا كرفجناهم نضيف ملعقة طماطم مصبرة نضيف ملعقة نضيف ملعقة نضيف ملعقة الثوم اذا بعد الثوم نضيف ملعقة ناضيف ملعقة الثوم الثوم قمل نزيده شوية كمشة صغيرة حميصة لانه نمددش بزيف الحجم. اذا نمرق. انتوما اهنا يا تحت مرقوه حسب العصبان اللي عندكم. اذا اهنا مرقت بالماء بالماء ساخين باش نسرعو يعني الطهي. وراح نحط العصبان تهنا. اذا لما نحطوه نغلق عليه الكوكوت ونخليه اه اه واحدة لعشرين دقيقان الساعة يكونوا جدا نخلاص. اذا نغطيه. نخليه حتي يتشربه طيب الناح نورلكم في صحة التقديم. اذا هنا هاوكوا شوفوا اهان كيفاش انتفخوه. اكوشتو مان كيحطين امكانو كام تقريبا شبه فارغين. انتفخوه كان نحينا الخيط ما ننسوش. الخيط غير نجبدو فقط راس تاعو يتنحنها كامل. اذا طبب يعني ما شاء الله حنقطعه قدامكم بسكين. او نقطعنا بسهولة. نعفو باللي راهو طيب كل شي. اذا احنا نورلكم. اذا جات ما شاء الله. الحشو الداخل جاء البنين ما شاء الله يعني تحفاه والروز جاء حبات حبات ما جاش مع الجن. احرش شوية فقط بالحشيش قلت اول مع جنوس. اذنو وبهذا نكونو كملنا الطابق التاعنا الطابق العصبان اللي يحبوه يعني معظم الجزائرين يحبوه العصبان هو الشكل تاعو. اخطكم الروز هكو تشوفوها انجل حبات حبات. اه دوار هنا كانت طابت ولا تزبدة يعني ما شاء الله. في الاخرين اتمنى انكم اه تشاركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى ملتقى اخر ان شاء الله.